السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسنا جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كله جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى الاشتراك بالقناة قبل ما تتبع الفيديو تأكد ان هناك ضغط على زر الاشتراك ونفعل زر التنبيهات ليصلكم كل يوم فيديو جديد باذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن بعض التمارين المتعلقة في الضمار باللغة الانجليزية كما نعلم لدينا اربع نوع من الضمار بحالة الفاعل بحالة المفعول به وبحالة ضمار الملكية واصفات الملكية من خلال التمارين استطيع استخدام هذه الضمار بشكل صحيح وسهل في اللغة الانجليزية تابع معي هذا التدريب لكي تتمكن بسهولة من استخدام هذه الضمار الأربعة اللاحظ لدينا هذا التمارين يجب أن نستخدم ماي ماين آي مي واحد منهم أيضا ماي ماين آي مي اللاحظ this is space for a car I bought last week I bought it last week إذن اشتريتها الأسبوع الماضي اللاحظ بعد الفعل هلأ صلاح أستخدم I this is I car بعد الفعل لاحظ في اسم هلأ صلاح أقول this is me car this is my car إذن استخدم ضمير بحالة الملكية يعني هذه سيارتي خاصتي تعود لي this is my car هذه سيارتي I bought it last week إذن اشتريتها الأسبوع الماضي the cat belongs to my brother القطة تكون لأخي أو تنتمي لأخي أو لأخي but the cow لكن البقرة is لاحظ في نهاية الجملة ضمير I يأتي في بداية الجملة فاعل me يأتي بعد الفعل my يأتي بعده اسم إذن استخدم ضمير ملكي but the cow is mine لكن البقرة لي the cat belongs to my brother but the cow is mine space for a will all meet at my house سوف نتقابل لاحظ will meet سوف نتقابل جميعنا at my house في منزلي لاحظ we them us them بحالة المفعل به تأتي بعد الفعل us أيضا بحالة المفعل به تأتي بعد الفعل عندنا الضمير we بحالة الفاعل لماذا؟ لأنه في بداية الجملة we will all meet at my house أحمد meet at school لاحظ me I we لاحظ الفراغ بعده الفعل مع توجه من استخدم ضمير بحالة المفعل به I بحالة الفاعل يعني في بداية الجملة قبل الفعل we أيضا بحالة الفاعل يأتي في بداية الجملة إذن الضمير me يأتي بعده الفعل أحمد meet me at school يعني قابلني قابلني أحمد في المدرسة اللحظة الفعل meet يقابل meet قابلة ننتبه meet m e a t معتها لحم لكن meet double e معناتها يقابل نفس اللفظ لكن يختلف spilling التهجيع المعنى ماجد bought a used car اشترى ماجد سيارة مستعملة and painted and ودهنها او طلاءها white باللون الابيض لاحظ them تأتي بحالة مفعل به لكن بحالة الجمع لاحظ car مفرد اذا لا نستخدم them him وطلاءها نقصد بها السيارة him نستخدمها مع he اذا نضل عدنا احتمال واحد هو it وطلاءها يقصد بها السيارة ماجد bought a used car and painted it white وطلاءها باللون الابيض do you know that man هل تعرف ذاك الرجل دائما ندوب بدأت ترجمة هل do you know that man ممكن نستبدل man بضمير هل نقول do you know that her هل تعرفها do you know it اذا man الضمير he بحالة الفاعل اذا بحالة المفعل به نستخدم الضمير him do you know him هل تعرفه المقصد ذاك الرجل اذا لا سنقول do you know that him لنعدنا ذات معرفة اذا نحذف ذات ونحذف the man ونستخدم بدأت عنها الضمير him do you know him هل تعرفه يعني يقصد ذاك الرجل do you know him my brother bought a new car اشترى اخي سيارة جديدة but لكنه but he لكنه doesn't like لكنه لا يحبها يقصد بها السيارة هل نصدع them them بحالة الجمع him بحالة المفعول به لكن مع he hair مع شي نستخدم it لماذا لأننا نتكلم عن السيارة he doesn't like it لكنه لا يحبها لا نكتو مرة ثانية he doesn't like the new car السيارة الجديدة اذا نستخدم ضمير it دائما الضمير تفيد عدم تكرار الاسم he has two brothers لديه اخين او عنده اخين he plays هو يلعب with لاحظ two brothers جمع لا نستخدم it it لغير العاقل لغير الانسان him مع he كما قلنا her مع she اذا نستخدم them he plays with them هو يلعب معهم لاحظ two brothers يعني they بحالة الفاعل بحالة المفعول به دائما بعد حرف الجر نستخدم الضمير بحالة المفعول به he plays with them هو يلعب معهم am a teacher يكون معلم لاحظ دائما am باللغة الانجليزية ما تستخدم إلا مع i حصرا إذن i am ودائما الضمير i لا نستخدمه small letter دائما حرف كبير ننتبع على هذا ملاحظة إذن am باللغة الانجليزية دائما من تشوفها على طول تستخدم i بدون أي تفكير لأن am ما له شغط باللغة الانجليزية إلا مع i i am يعني أنا أكون فقط إذن i am a teacher أنا أكون معلم is a clever boy يكون ولد ذكي is a clever boy اللاحظ boy ولد عنده إذن نستخدم الضمير he لأنه مع العاقل الغائب المذكر عندنا boy لو كان girl يعني is a clever girl فتاة ذكية عنده إذن نستخدم she لو كان عندنا cat مثلا إذن نستخدم it يعني is a clever cat قطة ذكية عنده إذن نستخدم الضمير it are boys يكونوا أولاد he مفرد و i أيضا مفرد عنده إذن عندنا احتمال واحد هو they تصبح they are boys إنهم يكونوا أولاد is a good girl تكون فتاة جيدة girl إذن مؤنث عنده إذن نستخدم she she is a good girl هي فتاة جيدة i i am a teacher he is a clever boy they are boys she is a good girl are friends يكونوا أصدقاء i تأتي بعدها am إذن مستبعد he نستخدم بعدها is إذن عنده احتمال الوحيد هو we we are friends يعني نحن نكون أصدقاء are flowers تكون أزهار you are flowers يعني أنت تكون أو أنتم تكونوا أزهار it are flowers it نستخدم بعدها is إذن نستخدم they they are flowers إذن إنها ظهور أو أريد أن أقول أنتم ظهور ممكن نستخدم you are flowers hands are cold إذن الأيادي تكون باردة mine لاحظ hand إذن لا نستخدم ضمير حالة الملكية عدنا i يأتي بعدها فعل لاحظ hand ليس فعل إذن مستبعد نستخدم i me تأتي بعد الفعل ولدينا في بداية الجملة إذن عدنا ضمير حالة صفة ملكية إذن my صفة ملكية نستخدم my hands are cold يدي تكون باردة إذن my يأتي بعدها اسم the books are nice الكتب تكون جميلة إذن الكتب جمع غير عاقل إذن نستخدم they الضمير they they are on the table إنها على الطاولة يعني الكتب لاحظ كان مفرد نستخدم it الجمع من it هو they هذا الشكل أنهينا درسنا هذا اليوم أخذنا تدريب على استخدام الضمير باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته